هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي المنطقة المحاذية لمدينة القنيطرة السورية في هضبة الجولان منطقة عسكرية مغلقة خشية تعرض مواطنين إسرائيليين للخطر جراء سقوط قذائف طائشة خلال المعارك الدائرة في الجانب السوري من الحلود ويسمح للمزارعين دخول هذه المنطقة من دون الاقتراب من السياج الحلودي ويسري مفعول هذا الإعلان حتى إشعار آخر